السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال النهاردة يا جيالكم بقى قلنا ايه نعمل كريب هنعمله بقى في البيت بدل ما نشتريه بره هنجيب حاجتنا هنا مضمونة ونعملها ونجهزها في البيت بقى أسهل وأحسن طريقة هندخل على المكونات على طول المكونات عبرها هنجيب جبنا مزرلة دوت فلفل عندي فلفل ألوان كنت مفرزا ودوت زتون مخلي لما جبته لقيته حادق قوي يا جماعة دلع كده والملح بتاعه زيد قوي فحطته في مية حطته في شوية مية وزرق رشة ملح والكتشب والبابريكيا والميونيز وكان عندي تمية بس خلصت مش موجودة مش هنعمل اي حاج مش هنقف على كده وجايب عيشهم العيش دوت انا جايبها اشتريته جاهز اللي هو عيش بكريب هوليكم بنعمل ازاي الطريقة وبنجهزه ازاي اهو بنطلع العيش وبنجهز مع بعض اهو هجيب الرغيف بالشكل ده كده اهو اهو يا جماعة فردت الرغيف بالمنزر دوت كده هجيب اه هجيب الميونيز اهو هجيب الميونيز عايزة بقى تكتاري تنقصي زي ما انت عايزة وهفرت بالشكل ده كده اهو اهو زي ما انتم شايفين انا عاملة هنا سوسيس محمراء والبنية ده بنية حار وبنية بارد هحط كده قدامكم اهي ممكن تقطعيها ممكن تقطعيها ممكن تسيبها زي ما انت هجيب هجيب كده معانا اهو وهنجيب الزتون وهجيب الكاتشاب اهو الكاتشاب وهرش شوية آآ آآ بابريكيا ورشة ملح صغيرة قوي كده خلاص بصوا بقى هنروح نلفين والشكل ده كده اهو 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 كده كده لفنا الرغيب بالشكل ده كده هاخده بقى وديه على النار انا مولع الفرنة هي على الصينية الصينية بالشكل ده كده اهو وده هنتهي زيت تحط شوية زيت صغير لان ما تحطيش كتير اهو هنعمل واحد تاني قدامكم هنجيب المايونيس هنعمل واحد تاني معاكم هنجيب المايونيس اهو وهنفرد ممكن بدل المايونيس كنا ممكن حطينا تمية هنجيب المزرله هنجيب المزرله هنجيب المزرله هنجيب المزره هي اللي بتدي المطة وبتدي الطعم اللي هو زي الجهز بالزبط الزتون لما تلاقيهم فيه المالح شوية حطيه فيه شوية مياه وسيبيه شوية الملوحة بتاعتها تختفي قدشا وفلفل ألوان هنبدأ نلف الرريف مع بعض بص احنا هنعمل كده عشان تمسك الكتنا المطلينة عشان تبقى سايف الثاني قلبناه الحمس عايزينه يتحرق اه اه بالشكل ده في الصج حسنا اه 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 شكرا